لكن مبارح الحقيقة كان فيه لقطات كتيرة جداً حلوة في الفرح كان فيه لقطات كتيرة جداً تستاهل نحن نقف عندها كان فيه والأهم الحقيقة من اللقطات ومن الفرحة كان فيه معاني كتير جداً ومبادئ كتير جداً بيحاول نادي الأهل أن يؤكد عليها وكت أتمنى أنه تكون دي لقطات اللي الناس كلها تركز عليها لكن للأسف ده ما بيحصلش لأنه فيه ناس دايماً بتحاول أنها تبوص فرحتنا على كل أحوال أنا بيتهالين كل أهلوية فرحانين بفرقتهم السيزن ده لأنه سيزن شاق جداً سيزن طويل جداً ورغم كده ورغم كل المطباط المصنوعة أو الغير مصنوعة المباشرة أو الغير مباشرة قدرت الفرقة تتجاوز بنجاح ومش بس كده الفكرة مش بس تحقيق أو الوصول لقب البطل لكن إزاي وصلت هو ده اللي ممكن يكون أهم وده اللي بيلخص الحقيقة شخصية وتفوق النادي الأهلي ده واحد من مفاتيح الفوز بالبطولة لما بتقول روح الفنلة الحامرة لما بتقول شخصية البطل دي الحقيقة الأسلوب أو الفكر أو الطريقة اللي اتعامل بها مع المطباط الصعبة البطل يواجه البطل لما يقع يقدر يقوم بسرعة وده اللي ترجمه النادي الأهلي معاني كتير الحقيقة ترجمها هذا الموسم لنا وقفات كتير جدا في مطش مبارح ترجمة نانسي قنقر